عقد مجلس نواب الليبي جلسة لليوم برئاسة المستشار عقيل صالح بمدينة بنغازي واستعرض رئيس المجلس ونوابه عددا من الملاحظات على تطورات أعمال لجنة 6 دائد 6 المشتركة والمشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين وتطرقت أراء مجلس النواب الليبي إلى ملاف الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدد من مواد الدستور وعملية الإعمار وتوزيع الثروات وغيرها من الملفات اشتركوا في القناة